أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحى بسيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر من نفحات رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله نحن الآن نقترب من العشر الأواخر من رمضان والمحاسبة للنفس ينبغي أن تشتدى في تقصيرنا في شهرنا لأنه ينتهي تدريجياً ويقترب من جزئه وثلثه الأخير والكيس من دان نفسه وحاسبها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هذه كلمة ولتنظر نفس هذه محاسبة ما قدمت لغد يعني ما أسلفت ماذا رحلت إلى الآخرة يا أيها المسلم يا أيها المسلمة أنا وأنت وأنت ماذا رحلنا إلى الآخرة ما قدمت لغد نحن الآن عملنا أشياء هذه الأشياء بحسنها وسيئها وطيبها وخبيثها هذه كلها راحت للآخرة الآن راحت في صعف الآن في يومياً في صعف تطلع ملائكة سجلات إلى رب العالمين حتى يوافيهم بها يوم القيامة أحصاه الله ونسوه فنحن سوينا خير وسوينا شر قلنا حقاً وقلنا باطلاً وعملنا حسنةً واقترفنا سيئةً هذا كله ترحل للآخرة ولتنظر نفسه يعني تحاسب النفس تحاسب يعني الإنسان يحاسب نفسه ماذا قدمت يعني إذا كان خير يزداد ويسأل الله القبول لأنه ما أدري أنت الآن عملت حسنة في الظاهر لكن هل قبلها؟ وكذلك طبعاً لا تمن بها ولا تعجب بها ولا ترائي بها ولا تسمع بها ولا تغتر بها وتسأل الله القبول لها يعني في ناس ما شاء الله خلصوا ختمات بقي هذا الذي عملوه أن واحد يسأل بعد إبراهيم وإسماعيل ربنا ابن الكعبة وربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم السيئات التي عملناها طيب ما تحتاج إلى توبة استغفار وفي شيء يمكن أن الكبائر ترى ما يكفر تلقائياً لأن نحن عندنا مثلاً سيئات تكفر بالمصائب الماحية بأدعية المؤمنين باستغفار الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا أنت الآن كل هؤلاء المؤمنون في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وحتى لما يقول في أدعية القنوط في التراويح مثلاً رب اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين والمؤمنات لكن في ذنوب اللي هي الكبائر لازم توبة خاصة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فطيب هل تبنى منها؟ والكبائر هذه طبعاً معروف الزنة والخمر والسحر والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والشرك بالله الكبائر اللي كل شيء عليه لعنة أو غضب جاء فيه لعنة أو غضب أو وعيد بالنار من رب العالمين في الكتاب أو السنة هذا يعتبر كبيرة والإصرار على الصغيرة وصغيرة كبيرة هل حاسبنا أنفسنا أنه نحن والله أنا قلت كذا قبل قليل باك هذا هذاك اليوم عملت مع فلان تصرفت كذا عملت طيب حاسبنا أنفسنا تبنى من هذه ومن هذه واستغفرنا الله من هذه ومن هذه ركعتي التوبة مثلا المحاسبة نشوف نتفقد أنفسنا إذا رأينا زللا تبنى إلى الله من أقلعنا أنه في ناس ما أقلعوه وإذا رأينا خيرا استكثرنا منه إذا رأيت تقصيرا تشتهد في استدراكه والحسنات في تكميلها وتتميمها تكميلها وتتميمها حقوق العباد مثلا عوضتها عوضتهم إذا كان أنت مثلا اعتديت على سببته شتمته على عرضه تحللت منه استسمحت منه إذا كان شيء مالي عوضته أخذت من شخص شيء عدته إليه المحاسبة أن يسأل العبد نفسه عن كل فعل يفعله لما فعلته ولمن فعلته كيف فعلته ويحاسب نفسه طبعا الواحد لما يدخل في مجال المحاسبة سيعني بالعامية رح يحاسب كثيرا من الأعمال والتصرفات لأنه خرص إذا جاسي عد الأشياء يعدها وكل واحد يقف عنده قلت لفلان الكلمة هذه وفعلته مع فلان الفعلة هذه واليوم طيب هذه الأشياء إذا الواحد جاسي حاسب نفسه عليها خرص سوف يقتصد جدا وتكون أفعال مسددة كيف أوقع العمل على الوجه الصحيح كيف أفعل عمل على السنة أنا أريد أن أقرأ القرآن طيب ما يسن في قراءة القرآن أنا أريد أن أتوضأ طيب ما يسن في الوضوء أنا أريد أن أصلي طيب ما يسن في الصلاة ما يسن في السجود ما يسن في القنوط ما يسن في الاعتكاف في يعني كيفية لأداء العمل بعض الناس لا يفعلها خرص على حسب ما هو يعني يخطر على باله سوي ثم التقصير طيب التقصير أين التقصير أين الخلل المسلم لا يستصل ذنبا مهما كان إن المؤمن يرى ذنوبه وكأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه جبل وإن الفاجر يرى ذنوبه وكذباب مر على أنفه فقال بيه هكذا طار خرص إيش ذبابه وراحت ما يرى الذنب شيئا المسلم يحاسب نفسه وحاسبة الشريك لشريكه هذه وين راحت مبلغ هذا وين راح هذا ليش حسبته على الشريكه ليش أخذت كذا ليش فعلت إذا ما حسبت نفسك محاسبة الشريك لن تنتصف أن نفسك الشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك كان الأحنف رحمه الله يحاسب نفسه كل ليلة ما حملك على كذا ما حملك على صنعت كذا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفط مي وكل ما اجتهد الواحد في المحاسبة استراح غدا أنت تتعب الآن معلش تتعب الآن في المحاسبة لو صار في دقة بالغة الميزانية تطلع جميلة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم عمر رضي الله عنه رمضان فرصة عظيمة لتدارك ما فات ومحاسبة نفسها على التقصير ويعني الآن لك خلوات كذا مع ربك وإذا اعتكفت يعني في الاعتكاف جزء منه محاسبة يعني قراءة قرآن وصلاة وذكر وأدعية نعم ومحاسبة يبا الممسألة هي تأمل يعني سبحان الله واحد كذا يتأمل في نفسه ماذا فيها من العيوب مواسم الخيرات يعني حتى يجي واحد موسم قادم يقول 11 شهر نستنى 11 شهر من كان هاجرا للقرآن فهذا وقت المصالحة ومن كان قاطعا للرحم فهذا زمن الصلة ومن كان مقصرا في الطاعة فهذا أوان التجارة الرابحة نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفلنا زلالنا وأن يقومنا ويثبتنا على طاعته إلى فقرتنا التالية من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد سبعون مسألة في الصيام من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر وعليه التوبة والقضاء وإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وإذا رأى من يأكل ناسيا فعليه أن يذكره سبعون مسألة في الصيام تطبيق هدى وبينات شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد المسابقة يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق وفيه يعلن اسم الفائز البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة حياكم الله أيها الأخوة والأخوات العلم ومع العلم نمضي وفي هذه السلسلة وفي هذا المشوار العلم في الإسلام العلم في الإسلام ليس حكراً على طائفة معينة بمعنى أنه كل واحد ممكن يطلب العلم لكن لا يصبح عالماً إلا طائفة معينة كتب العلم متاحة للجميع حلق العلم الآن مبثوثة إذا أنت في بلد ما في مشايخ وما في علماء عندك الشبكة والدروس شغالة وما في عذر العقيقة ما في عذر حتى المتخصص في العلوم غير الشرعية في الطب في الهندسة في علم الأرض في أي مجال من مجالات برمجة تقنية ممكن جداً يطلب العلم ما يقول والله هذه شغلة طالب الشريعة كلية الشريعة أنا لست طالب كلية الشريعة لا يا أخي هذا الدين تبع الجميع ما هو تبع فقط كلية الشريعة تحصيل العلم واجب من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك علىها كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر يعني تروح للأدنى ليش يا أخي عندك الأعلى الإسلام لا بد أن يخدم بطلبة العلم الشرعيين العملة نادرة هذه الآن حقل الطب يحتاج إلى فتوى مسائل التقنية تحتاج إلى فتوى مسائل في الهندسة تحتاج إلى فتوى مسائل في أمور كثيرة متعددة في الطب وفي الهندسة وفي البرمجة وفي التقنية العلوم الشرعية تدخل وكثير من الطلاب الذين يدرسون في جامعات ليست في تخصصات ليست من العلوم الشرعية لما يدرسوا العلوم الشرعية يحبونها ويقبلون عليها وتنشطهم وتكون لها أثر فارز فيهم في الأسكندرية مجموعة من الأطباء نهلوا من العلوم الشرعية وكانوا مثلا للأطباء أن الطبيب يمكن أن يصبح عالما من علماء الشرع لا شك أن المشغول بغير التخصصات الشرعية لا يملك من الوقت لدراسة العلم الشرعي مثل المتفرغ للعلم الشرعي هذا نحن نعرفه هذا واضح من الواقع لكن يا أخي لو ما كان عندك تخصص شرعي فإن هناك أمور فإن هناك أمور ينبغي عليك الالتفات إليها والاهتمام بها اعلم أن الواجب على المهندس والطبيب والذي يتخصص في الرياضيات والكيميا والكمبيوتر والهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية وتخصص في التقنية عليه أن يتعلم ما يصلح به عقيدته وما يقيم به عبادته وما يفهم به كتاب ربه وأحاديث سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الدارسون في المعاهد والكليات يا أيها الدارسون عن قرب وعن بعد يا أيها الدارسون في كل التخصصات اعلموا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم اعلم يا أيها الطبيب الذي تدرس في مراجع الطب الذي هذا سمكها والكلمات الطبية الذي هذا طولها أسماء المركبات والأدوية والأمراض اعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم واعلم أن من أكبر العيب أن تفقها في مصطلحات الطب ومصطلحات البرمجة ومصطلحات التقنية ومصطلحات الرياضيات ديفرانشيال اكوييجن أسماء يلا ايرث كويك بريديكشن أسماء يلا ومركبات كيميائية وأشياء ستاندر ديفييشن نحفظ مصطلحات هالطول هالطول طول وبعدين يعني تجي على كلمة في القرآن فذكر به أن تبسل نفس تبسل ايش معناها ما في جواب انت حقب تحفظ مصطلحات مصطلحات في الجيولوجيا ومصطلحات في الفيزياء والفيزياء النووية وكيميكا الفرابي وأشياء وكلام وبعدين تجي على يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات ايش يعني قتات يا أخي ما في ليه لماذا هذا واقع صحيح هذا واقع صحيح المصطلحات المصطلحات يعني هذه أسماء حتى لو أسماء اسم برنامج طويل أو شيء في البرمجة طويل يفهم يفهم تعال قل له ايش هذا البرنامج ايش هذا البرنامج يفصل لك ستوديو ماكس ستوديو ماكس فصل لك ستوديو ماكس ايش هو ويفهمك البرنامج وبعدين تقول له يا أخي هذه آية من كتاب الله يعني مثل ضربه الله الله قال في كتابه ايود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعن تجري بتحتها النهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت كذلك ايش المقصود في المثل ما أدري ما أدري لماذا لأن ما أعرنا القرآن والسنة الاهتمام الكافي ما أعرنا الاهتمام الكافي من عمل عملا ليس عليه أمرنا وبعين تعالوا وكله أيضا في الضمائر في الضمائر في القرآن فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا فَجَعَلْنَاهَا ممكن تعود على إيش؟ على القرية على العقوبة المسخ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا طيب التفسير لماذا ليس عندنا اهتمام عندك التفسير الميسر المختصر في التفسير زبدة التفسير تفسير الجلالين تفسير السعدي لماذا الأربعون النووية عندك علم بها يعني الإمام النووي هذا الموسوعة اللي يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث والطرق والمقاطيع والمرسلات والموقوف والمرفوع وال يعني لما راح اختار لك يا مسلم أربعين حديثا نظر إيش أهم أربعين حديث عليها مدار الدين وجعلها لك في الأربعين نووية يعني أقل منها يا مسلم أقل منها يا مسلم أنك أن تعرف معاني الأربعين هذه تعرف ما هو نصها وما هو معنا يصير يعني وبعين زد روح لعمدة الأحكام بلوغ المرام في أحاديث الأحكام روح لرياض الصالحين واذهب توسع واذهب إلى الكتب وبعدين روح على الجمع بين اذهب إلى فيما اتفق عليه الشيخان وبعين روح إلى الجمع بين الصحيحين واذهب بعدين تبحر كتب الفقه طيب في مختصر خليل متن أبي شجاع فقه الشافعية في فقه الحنفية خذوري عمدة بن خدامة زاد المستقنع طيب على الأقل ناخذ كتاب كذا معاصر مثلا الفقه الميسر مثلا الفقه الميسر في الفقه الميسر على الأقل طيب أصول الفقه كذا يعني مثلا مذكرات في أصول الفقه ولو ابتدائية أنا أعرف مسلم ما أعرف يعني إش يعني ناسخ ومنسوخ والله قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها إذا نسخ الله شيئا ما أعرف أسباب النزول أنا ما أعرف لا الخاص ولا العام ولا أعرف إش يعني نص مطلق ونص مقيد مقيد للمطلق لماذا بينما تجد يعني في كذا يقولك مثلا ABC البرمجة ABC الطب ABC هندسة كذا ABC التخصص الفلاني ABC روح افتح في جوجل ABC تحصل كلها يعني مبادئ الرياضيات مقدمات الفيزية ABC احنا ما عندنا يعني ABC كذا استعارة ABC تبع اصول الفقه ABC تبع مصطلع الحديث ABC تبع يعني لغة العربية الفرائض يا اخي على الاقل افهم آية الفرائض افهم كذا الزوج اذا ماتت الزوجة ماذا له في اولاد ما في اولاد الزوجة مات الزوج ايش لها في اولاد ما في اولاد الذكور الاناث كيف الابوين كيف الاب والام اذا في مات الولد عنده زوجة و اولاد عنده اولاد طيب كل واحد له السدس اذا ما في الاب له الثلثين الام لها الثلث وعلم الفرائض علم اللذيذ يعني وال الكلالة اللي ما له اصول و ما له فروع جاء حكمها في القرآن الكلالة طب تفهم واحد يفهم اش معنى الكلالة في ناس ما يعرف اصلا الكلالة هذي اش هذي كلمة في سورة النساء وردت الكلالة يا جماعة معقول كذا يكون احنا عندنا جهل ما نعرف اش هي الكلالة ما نعرف ما هي القرو ما نعرف ما هي كلها كلمات قرآنية عليها تقول الواحد يقول الله فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن ممكن تقول اش معنى الفرق بين يطهرن وتطهرن ممكن يعني تعرفنا يا مسلم ويا مسلمة انت المخاطبة ايضا انت الذي يقوم بك العذر والحيض اش الفرق اش معنى حتى يطهرن فاذا تطهرن فالعلماء يقولون مثلا يطهرن منطهر الثلاث يعني انقطع الدم وهو شيء يحدث منها بغير جهد ولا مشقة وانما هو جبلي طبيعي فطلي لا تتعاطى فعلا من اجله ينقطع الدم فاذا تطهرن تطهر الخماس شيء فيه جهد ومشقة وهو الغسل بفعل منها فذاك بفعل ليس منها يطهرن انقطاع الدم وهذا بفعل هو منها تطهرن واغتسلت فاذا صار الامران جاز اتيانها ما يجوز اتيانها اذا ما انقطع الدم ولو اغتسلت وما يجوز اتيانها اذا اغتسلت وما انقطع الدم فاذا لم تغتسل ما يجوز ولا من قطع الدم فاذا لا بد من الامرين انقطاع الدم والاغتسال حتى يجوز تفهم على الاقل الحكم من رب العالمين وما حتطلب ما حتطلب منك يعني لازم تهجم على كتب العلم وهذه المجلدات وتفهمها كلها في شهر يا يونس الزهري يقول لتلميذه ابن شهاب الزهري محمد يقول ليونس ابن يزيد يا يونس لا تكابر العلم فان العلم اودي فايها فايها اخذت او فايها اخذت فيه قطع بك قبل ان تبلغه ولكن خذه مع الايام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فان من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام يقول عندك عالم اذا والله جاورت عالما والله هذا الغنيمة اذا في حيك عالم لبلدك عالم هذه الغنيمة نعرف قيمة العلماء وإلا تتواصل معهم اتصالات رسائل بالمواقع اسأله عما اشكل عليك من امور الدين استفتي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون استرشد طالب العلم يدل مثلا نحن طلبة العلم ممكن ندل على العلماء نقول يا ايها الناس والله يعني استفتوا فلان هذا عالم هذا شيخنا فلان واذا وجدت طالب علم متخصص يا اخي يدلك على كتب يعني تقول له اشرح لي هالعبارة بالله يتشرح لي هالعبارة صاحب علم متخصص فاهم يشرح لك ما يشكل عليك يشجعك ان تمضي في الطريق ما تجد مستغلقات وتتوقف لو واحد شاف جملة ما فهمها في الطب ولا في الرياضيات ماذا يفعل يعيد ويروح يدور على مقاموس عيشان يفسر ويروح يسأل البروفيسور الدكتور متخصص يروح على ويكيبيديا يروح على يروح على الجوجل يروح على مدري ايش يدور يدور يبحث عندنا وسائل والله ما يحاسبنا وبعدين في مجالس علم تحصل في دورات شرعية ما نحضر ثم لا بد من المواصلة والاستمرارية انت يعني من دخل في مجال الان لي دخل في الطب ويبغي يخلص اول شيء سنة والامتياز وما ادري بعدين يصير الطبيب مدري مقيم مدري طبيب عام مدري طبيب مقيم بعدين بعدين يروح في تخصص يتخصص طبيب كذا اخصائي مدري ايش بعدين يروح طبيب استشاري كله عنده زمالة بورد بورد الالماني والبورد الكندي والبورد ويفاخرون بالبوردات وطيب والعلم الشرعي العلم الشرعي لا تقول انا هذه مو شغلتي في مشايخ علماء لا هذه كلنا مسؤولون كلنا مسؤولون عن هذا الدين كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه فعزم على تركه قال خلاص ما في فائدة فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد اثر الماء في الصخرة قد اثر الماء في الصخرة وفهد انا نشوف هذا المشهد فقال الماء على لطافته يعني الماء رقيق ما له كثافة عالية ما هو مثل العسل ما هو مثل ما هو ثخين ما هو غليظ قال الماء على لطافته قد اثر في صخرة على كثافتها والله لأطلبن العلم فطلب فأدرك في واحد قال ايضا يعني رأيت نملة تصعد على الجدار تسقط 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 وكل شيء تطلع مسافة اعلى من التي قبلها مسافة اعلى وما تركت الصعود يقول وانا اتأملها وانا اتأملها يا أخي هذا النمل والله نتعلم نحن من النمل النشاط والمواظبة والاستمرارية بل حتى الاحتيال للوصول الى الشيء يعني انك تخترع طريقة يقول واحد يعني عندي عسل هلكني النمل يقول فوضعته في صحن ووضعته في طست من ماء في وسط الحجرة وضعت العسل في صحن وضعته في طست من ماء كذا يعني مثل بركة صغيرة وضعته فيها في وسط الحجرة ثم جئت فوجدت عليه النمل ها كيف فنظرت يعني لان بعض النمل احيانا يوجد نمل يعني فدائي فدائي يروح يدخل وبعدين يموت وبعدين النمل اللي بعدها فوق هذه ثم النمل اللي بعدها حتى تصل فيصير عندك جسر من النمل الفدائي الذي مات من اجل ان النمل الذي بعده يعبر عليه هذه طريقة يعني نقول هذا ما وجدت نمل في الماء ولا حول الصحن بس وجدت في الصحن نمل كيف كيف يلا اقول كيف فكر فيها يقول فاذا هو يصعد على الجدار ثم يمشي على السقف فاذا حاذ الصحن سقط عليه ترك نفسه وقع عليه ما قال كيف ما نستطيع نصل غذاؤنا ضاع لا امة تشتغل ما نتعلم منها نحن ما نتعلم منها يقول احد الحرفيين يعني يقول كنت شابا اميا لا اعرف اي شيء غير اني صاحب ورشد تصليح سيارات حضرت يوما نقاشا بين مسلم ونصراني حول عيسى عليه السلام فقلت فقلت من عيسى هذا ما هي بلده ما هي صنعته فقال النصراني للمسلم الذي يناقش انظر هذا مسلم لا يعرف شيئا عن عيسى قال صاحب القصة فلما علمت ان عيسى نبي من الانبياء خجلت من نفسي وقررت ان اتعلم فذهبت الى محفظ القرآن في قريتي واتفقت معه ان اذهب اليه يوميا فصرت اذهب اليه من بعد انتهاء العمل اغلق ورشتي اكل بسيط وعلى الشيخ على طول وبقيت سنة كاملة لا اتخلف عن الدرس مهما كانت الظروف فعلمني اولا ترى جمع هذا امي ما يعرف شيء واحد صاحب ورشة صنايعي مصنعجي تبع ورشة قال فعلمني حروف الهجاء ثم علمني القراءة والكتابة ثم حفظني اجزاء من القرآن ثم اصبحت بعد ذلك طالب علم اقرأ الكتب واتعلم واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام ولا عزيمة حرص مداومة اخلاص طريقة صحيحة منهج سليم فقات تدرس على ايديهم يرشدونك طبيب يدام في المستشفى من الصباح للعصر وبعليه عنده عيادة خاصة ومع ذلك قال آليت على نفسي إلا ما أدخل في العلم الشرعي وعندي ارتباطات أسرية وعندي ارتباطات اجتماعية يحتاج مجهود اغتنم اي وقت قبل النوم حتى لو نص ساعة قبل النوم في الاجازة اخر الاسبوع صار 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 واحد اشتغل في مصنع من الثامنة صباحا إلى الخامسة عصرا وعمل شاق يرجع مجهدا ينام يرجع يرتاح ينام يهب إلى طلب العلم طالب في الجامعة طالب في الجامعة أدركنا طلابا في الجامعة تخصصات غير شرعية كيميا وفيزيا ورياضيات وعلم الأرض والهندسة الديناميكية هندسة يلا يعني ثيرمو دايناميكس ايش يدرسوا ميكانيكا ميكانيكا الستركتشور فليويد ميكانيكس ميكانيكا الموانع الموائع فليويد ميكانيكس ما في مواد ما العلاقة بالشرع ما one two فيزيكس one two كيميستري وان تو فاينايت ماثماتيكس كله كورسات ما لا علاقة ما بروغرامينج ايكونوميكس مايكرو ايكونوميكس ماكرو ايكونوميكس ومع ذلك يحط الكتب في الخزانة تحت السرير يدرس يقرأ يتصل على المشايخ على العلماء طالب ممكن يقف في الدور يعني في الدور يقف على الدور اتصالات ما كان من زمان فيه جوالات ادركنا طلاب يقف يعني يقف في الدور ساعة حتى يجي الدور على يتصل على الشيخ ويمكن يطلع على تليفون يعني رقم الشيخ مشغولا ويعود الاتصال ويرجع يمسك دور مرة ثانية حتى يحصل على جواب سؤال ما عنده حوالي علماء الذي يريد يصدق مع الله يعني انت تتعلم دين من يعني انت تتعلم كتاب من كتاب فلان ونظرية فلان في الرياضيات ولا من نظرية فلان في الرياضي لا انت يعني ليست هذه مجرد والله هذا يلا برمجة لغات البرمجة اس بي يلا لغات البرمجة من زمان من ايام الكوبل كوبل كومن بيس دستريال يلا يلا ويمشي في البرمجيات وتابعوا اخر ما توصل الي علم في ال بي اتش بي بي اتش بي برمجيات ناس وتتابعوا ايش طلع اخر وبعده ونحن الآن يعني في نوازل يا جماعة انت لو قلت لا يعني الدين ما يتطور لا لا مش الكتاب والسنة هو هو واقوار الصحابة هي هي بس ما في نوازل اي شيء اطفال الانابيب اي حاجة من النوازل عالم الاسهم هذا الابشنز تشتري في الاسهم هذا ما هي نوازل دينة وازل ايش حكم شرعا هل نطلع على على المسائل المستجدة ايش قال العلماء فيها والمجامع الفقهية والله على اي اتحال انا اطلت عليكم لكن لانه شيء موضوع فعلا احيانا نحز بالنفس انه يعني الدين احكام ايات احاديث وبعدين فيها جهل ويمكن لو يعني تعلم اخواننا واخواتنا يمكن كثير من المسائل يجدونها يعني بالتعلم يجدونها ولا يحتاجون بس في مسائل طبعا لا بد ان يسأل عنها واستفتي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا وياكم في الدين وان يعلمنا وياكم هذا الشرع المبين انه سميع مجيب فاصل ونعوذ اليكم ان شاء الله سل المضيق عن الابطال اذ عبروا تاريخهم لذوي الالباب معتبروا لله درهم نور الهدى حملوا والعدل بين عباد الله قد نشروا مالقة هي مدينة اسبانية قديمة واقعة في جنوب البلاد تبعد حوالي مائة كيلو مترا شرق مضيق جبل طارق وحوالي مائة وثلاثين كيلو مترا عن بلدة طريفة التي تقع في اقصى الجنوب الاوروبي وتبعد مالقة حوالي مائة وثلاثين كيلو مترا ايضا عن القارة الافريقية وهي اهم ميناء اسباني بعد برشلونة ويبلغ عداد سكانها حوالي ستمائة الف نسمة اسست مدينة مالقة في عام الف قبل الميلاد على يد الفنيقيين الذين اسموها مالاكا وهو اسم مشتق من كلمة ملح بالفنيقية ثم احتلها الرومان وبنوا فيها ميناء كبيرا ومع انهيار دولة الرومان دخل القوط الى وسط مدينة مالقة عام ستمائة وثلاث وعشرين من الميلاد وفي القرن الثامن الميلادي كان فتح مالقة من ايسر واسهل الفتوح الاسلامية حيث فتحت فيما يبدو مرتين الفتح الاول في زمن طارق ابن زياد وكان فتحا هامشيا ما لبث فيه اهل المدينة ان استعادوا مدينتهم والفتح الاخر كان فتحا حقيقيا اكد الفتح الاول والراجح انه تم في عام خمس وتسعين من الهجرة وقد قامت مدينة مالقة بدور تاريخي كبير في البناء السياسي والاقتصادي لدولة الاسلام في الاندلس وبلغت قمة المجد والازدهار الحضاري في عصر الموحدين وتم اخضاع مالقة لحكم المرابطين عام 483 من الهجرة وتحتل مالقة المرتبة الرابعة بين المدن الاسبانية على صعيد النشاط الاقتصادي حيث تسبقها فقط مدن مدريد وبرشلونة وفلنسيا وتتمتع مالقة بمناخ متوسطي شبه استوائي حيث تحظى بشتاء شديد الرطوبة وصيف ساخن وقد ادى دخول الاسبان المدينة الى وقع مجازر فضيعة وعلى اثر سقوطها غادرها معظم اهلها وتفرقوا في انحاء الاندلس والمغرب العربي بعد سقوط المدينة نشأت مقاومة داخلية في المدينة تزعمها البطل علي دربال والقائد احمد الثغري حياكم الله ايو الاخوة والاخوات نبدأ بالاتصالات والاسئلة التي جاءت من الاخوة يقول اذا ما هو القول في لمس العورة طبعا لمس العورة ينقض الوضوء هكذا بالاجمال ولمس الانسان لعورته اذا كان بقصد بشهوة ينقض عند كثير من اهل العلم بغير قصد بغير شهوة لا ينقض من وعد شخصا بشيء ثم اخلف وعد هل يأثم نعم اية المنافق اذا وعد اخلف ماذا اقول عندما يقول مؤذن الصلاة خير من النوم الجواب الصلاة خير من النوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فقوله مثل ما يقول نحن نعرف الاستثناء حي على الصلاة حي على الفرح لا حول ولا قوة الا بالله الصلاة خير من النوم خلص الصلاة خير من النوم لعموم قوله فقوله مثل ما يقول اخونا احمد بالجزائر تفضل السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ حبيت عندي سؤال حبيت تفضل عندي اختين من زي الاستياجات مخاصة كانت لا تصوم حاجة انها لا تستطيع وبعدها جربت ان تصوم وجدت انها تقدر ما زاليها ان تفعل في السنوات التي لم تصومها طيب العلة التي ايوه العلة التي كانت عندها كانت علة مزمنة والاطباء قالوا انها لا تستطيع لا ليس لها كدائك كان الناس يقولون انها ليس انجبناتها ان تصوم طيب هي الان ما صامت طيب هي يا احمد هي الان ما صامت هل تستطيع القضاء لا هي الان تصوم يعني كانت في شهارها طيب طيب في شهارها كانت لا تصوم يعني حمنا بمغت طيب طيب خير ان شاء الله الاخ علي تفضل خدنا طبيب اخي الصخي في امران توليد نساء ايوه هذا يزوج له شرعا ام لا يزوج له شرع تمام اخونا ابو ثامر تفضل ابو ثامر السلام عليكم وسلم الله خير يا شيخ وعليكم السلام عندي سؤال طيب امرك عن الزكاة من شقين عندي ارضين تجارية اشتريتها يعني زي ما قلوا ابغاها للعيال مش للبيع والشراء ابغاها تبقى للأولاد تمام وهذه طبعا زادت قيمتها هل هي عليها زكاة الان ولا لا هذا الشق الاول الشق الثاني طال عمرك عندي برضو عمارة استثمارية مؤجرة من كم سنة وابغا اشوف هل عليها زكاة انا طبعا الآن قاعد اكل ايجارها عيش من ايجارها هل علي زكاة على قيمتها وعلى ايجارها وزاك الله خير لحظة هذه عمارة مؤجرة انت تاخذ ايجاراتها ولم تعدها للبيع بس فقط لأخذ الاجرة لا بس لا لأخذ الاجرة لكن اذا جاء حدي بغشتريها ببيعها ايوه لكن لست ناويا بيعها هذه قانية لا 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 بنيتها للي والعيالي خلص طيب وعطي من ايجارها الآن واضح واضح طيب تفضل يا اخي بدأوا يتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورطي بركاته كيف حالك شيخ الله يزاك خير الله يحييك يا اخي انا حجيت بالالفين وعشرة وكان زوجتي معي وبطواف الافراضة صار احدثت زوجتي وكان كثير الزحاء استشرت واحد اتصلت عليه قال لي ما في مشكلة بس انا سمعت من حضرتك انه فيه يعني مش فيه لازم تكون في شي يعني جمهور العلماء يقولون لابد للطواف من طهار نعم يعني المذاهب الاربع يعني لابد للطواف من طهارة طيب انا كملته ايش علي الحين انك ترجع وتطوف لانه هذا ركن الافاظة ركن طيب نعم تطوف من ايوة تطوف للطواف كاملة نعم نعم جزاك الله خير واذا حصل طبعا اتيان للأهل قبل القضاء الطواف هذا فيكونوا بذبح دم في مكة يوزع على فقراء الحرب جزاكم الله خير الله يحييك الأخ محمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال أول ما هو علاج قصرة القلب بارك الله فيكم القلب الخاسي ما هو علاجه الثاني نصيحة لمن يفشي الأسرار الزوجية سواء كان ردل أو امرأة طيب تسمع الجواب في إنشاء الأسرار الزوجية أخيرا بارك الله فيك هل ورد الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن سب الشيطان والحمة وبرك الله فيكم تسمع الجواب في النهي عن سب الشيطان والحمة حياك الله أبا حمزة أبا حمزة أيها تفضل أبا حمزة ماشي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي سؤال يعني مراتي كان الزعلانة تفضل لي أخي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مراتي كان الزعلانة وبعد كده كان عاجل رجحها وكده يعني ورحت وقلت لهم لا حيا محرمة علي وكذا طيب أنت كما قلت كلمة محرمة علي هي محرمة علي تقصد فيها طلاق ولا ظهار ولا إيش تقصد فيها أنا قلتها كذا وأنا غضوان بس إذا علاني غضوان قلت إي بس إيش نيتك هل قصدت طلاقا قصدت ظهارا علي مثل أمي محرمة علي مثل أمي أنا قلتها كذا وصعد غضب بس يعني يعني طيب فإذا لم تقصد بها طلاقا ولا ظهارا طيب 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 أخ يوسف من جزائر تفضل السلام عليكم يا شيخ حيكم الله وعليكم السلام ورحمة بركاته تفضل علي سؤالي يا شيخ هل أخذ القطرة الثاني عين مفطر أم لا هل قطرة العين تفطر أم لا ثانيا ثانيا صلاة تحيث المجد قبل المغرب يعني عندنا في الحيث يمع مبتدع واضح في شيء آخر في شيء آخر ماذا علينا الصيانة طيب طيب أم نورة من المغرب نعم أم نورة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام من فضلك يا شيخ حيكم نعم تفضلي من فضلك تسمعني نعم تسمعني يا شيخ نعم نعم أنا أفضلي التراويش في البيت أفضلي التراويش في البيت من زمان نعم امتثلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاة في المجد نعم فهل يفوتني أجر الذي يقوم مع الإمام حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة هذا السؤال الأول السؤال الثاني أني أفضلي التراويح ثلاث عشر ركعة يعني أقسمها بين ركعات بعد صلاة العشاء وركعات قبل صلاة الفجر هل ما أفعله صحيح أم يجب علي أن أصليها كلها بعد صلاة العشاء طيب طيب إذن تسمعين الجواب إن شاء الله إذا صلت المرأة التراويح في البيت هل يفوت أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف أخونا سعيد فضل يا سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ إياك الله شيخ بس عندي موضوع واحد وإن شاء الله ما يطول عليك أي قلب شيخ في شوية بعض الأمور فيها اختلاف يعني إن شاء قول لك عند أذان الفجر إذا أذن في ناس يقول لك أنا أشرب ماء لأنني أخلص الأذان وفي ناس يقول لك من عند الأذان خلاص ما أتشرب ماء وفي ناس يقول لك يعني نشرب ماء ليه نخلص الأذان يعني يعني عنده عند الأذان أي واحد ونبي اللي جاء طالص صحيح يا شيخ إن شاء الله الأخ عبد الرحمن عبد الرحمن يا عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي أنا نسح نانقاري الله يحييك والله أنا أحبك بالله يا شيخ أحبك الله يا شيخ بالله عندي بعض الأنسلات تعال تجاوبيني عليها تعال تعال أي يا شيخ ما رأي في القرية الفقهية اللي تقول إذا صحة صلاة الإمام صحة صلاة المعموم نعم وعندي سؤال ثاني نعم السؤال الثاني إذا كنت رحت المسجد والإمام صلت صلاة الترويح هل أصلم مع جماعة ثانية العيش وبعدين أدخل لصلاة الترويح ولا أصلم معها الترويح أو كذلك طيب أول سؤال تسأل عن صحة قاعدة إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المعموم إيوه إنه ما صحت هذه القاعدة تسمع الجواب طيب السؤال الثاني السؤال الثاني إذا دخلت المسجد والإمام صلاة الترويح أصلي مع جماعة ثانية العيشة بل أصن splash مع الترويح أو لصلي مع الترويح إيوه إذا وجدت جماعة ثانية تصلي الترويح تصلي العيشة صلي معهم أولى من أنك تصلي عيشة وراء إمامي صلي ترويح وإذا ما وجدت أدخل مع الترويح بنية عيشة لا مانع طيب أبو بكر من ليبيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته للذك الله خير إن شاء الله يا شيخ الله يحييك يا أخي شيخ أنا عندي يومي فترة في شهر رمضان أيوة كانت عند غسيل في في ثالث قبل شهر رمضان على الكلاوي أيوة فترة في شهر رمضان أيوة طيب هل أخبرها الأطباء أنه ممكن تصوم مستقبلا لا طيب إذن في نهاية الشهر يا أخي أو بكر تطعمون ثلاثين مسكينا عنها يعني ثلاثين وجبة تعطى لثلاثين مسكين ثلاثين فقير توزع عن الشهر كله واضح بارك الله هياك الله أختنا أمل من ليبيا أيضا تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي فرات أسئلة نعم أول سؤال سورة ياسين هل ما قرأت لا تسمعين الجواب في صحة حديث سورة ياسيني ما قرأت له السؤال الثاني من بيك عامس نتابع في البرنامج حقيت على مريا مريا جوزة الرسول أيوة ما هي زوجة هي جارية أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست زوجة كان السؤال هل هي من أمهات المؤمنين أيوة فسورة أنجب منها أبراهيم هل تجوّسها يعني لا ما تزوجها ما هي زوجة ليست زوجة لكنها أمه أمه جارية ملك يمين ملك يمين لا حيثة لكن يعني هل هو رسول يعني أنجب منها أبراهيم طبعا 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 لأنه ملك اليمين يجوز للرجل أن يطاءها وقد ولد منها وابنه إبراهيم لكنها ليست زوجة عقد عليها عقد زواج لم يعقد عليها كزوجة وإنما ملك يمين لكن أتاها وأنجب منها إبراهيم إبراهيم ولده طيب الثالث سؤال الثالث الماضي 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 اتخر منها بعض في حلقي هل يبطل الصيام بدون قصد بدون قصد ما يبطل الصيام أم يحيى من العراق تفضلي السلام عليكم عليكم السلام طيب بركاته الله يعزك يا شخ عندي سؤالين نعم سؤال الأول هل مجرد قراءة القرآن يؤجر الفر أم ينضي عليه سلم الآيات ليبلغ الأجر أعيدي السؤال مجرد قراءة القرآن يؤجر الفر أم ينضي عليه سلم الآيات ليبلغ الأجر هل مجرد قراءة القرآن يكتب له أجر هل مجرد قراءة القرآن يؤجر السلم أم ينبغي عليه سلم الآيات يبلغ العجار هل مجرد قراءة هل مجرد يعني هل مجرد بس يقرأ القرآن يجر عليه أم يسلم المعاني يلا يؤجر واضح واضح نعم الثاني الثاني هل يجد مدافعة خروج الريح أثناء الصلاة وهل هذا شيء ينقض نبغو طيب طيب تسمعين الجواب في مدافعة الريح أثناء الصلاة الأخ خالد فضل السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورطي بركاته حبكم بالله شيخ حبك الله إذا صلى سنة الفجر على الأذان أو قضي للأذان هل يصح الثاني الأخ سلطان السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورطي بركاته يا شيخ أمدي سألين الله يرفعي قدرك أنا عمدي عمدي سوّت عملية قلم مفتوح نعم فمن بداية رمضان هل يوميا نتصدق عنها أو أنها تصوم بعد رمضان هل قال الأطباء أن تستطيع أن تصوم مستقبلاً؟ بإذن الله هي قادرة بس أنها تتعب شيء عندها سكر وضغط وحنا خايفين على الشيء هذا خلص إذا استطاعت مستقبلاً أن تصوم فتقضي ولا حاجة للإطعام ثاني أنا صلي التراويح ولا جاهز شبع ونتر أطلع أنا وأصليها آخر الليل في البيت عندي هل هذا جاهز ولا أني أدرك معهم لا لا الأحسن أنك تصلي معهم وتنتهي معهم حتى تنال أجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف وبعدين تصلي في البيت مثنى 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 ولا تعيد الوتر الله يرفع قدر الله يحييك أخ أكرم من لي بيتفضل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أني حبك في الله يا شيخ حبك الله يا شيخ أنا صنحت لي أني عندي ثلاثة أسئلة أيوة السؤال الأول يا شيخ أنا اشتريت قطعة أرض وكنت خائف على عندي لقد ماني فخفت عليه من الصلقة فاشتريت قطعة أرض فهل توجب عليها الزكاة ولم تشتريها بنية التجارة يا شيخ أنا لم أشتريها بنية التجارة خلاص خلاص إذن يا أكرم ما دام ما اشتريتها بنية التجارة فليس عليك زكاة وقيل لي يا شيخ إنه إذا تغيرت نيتك وكذا هذا طيب إذا تغير يعني بعدين قصدت التجارة فيما بعد لا مقصد التجارة ولكن قيل لي إنها يعني بمعنى تتاوي تبا طيب أكرم إحنا نتكلم عن الآن أنت اشتريت أرضا ليست بنية التجارة فليس عليك زكاة السؤال الثاني سؤال الثاني يا شيخ أنا عندي زوجتي حامل وقيل لي إذا خافت على الجنين فهل هي الخوف مقصود به خوف المرأة على جنينها أما الدكتور يجب أن يتدخل ويقول يعني تفطر أو لا تفطر يعني لا أنت هي يا أخي الحامل مثل المريض يجوز لها الإفطار لأن مشقة الحمل مشقة الحمل تضعفها عن الصيام واضح نعم ولكن هل من ينصحها بالإفطار لا يشترط يا أخي لا يشترط أن يقرر الطبيب خوفا على الجنين لا يشترط الحامل لمجرد أنها حامل وفي بطنها جنين فإن مشقة الحمل تضعفها عن الصيام فيجوز لها الإفطار وستسمع الجواب متى يشترط الخوف على الجنين هل له علاقة بالفطر أم لا تسمع الجواب السؤال الأخير السؤال الأخير يا شيخ زكاة المال هل تدفع دفعة واحدة أم أحيانا الإنسان يعني ما يجدش من من يستحقها فيبحث عن من يستحقها يحتاج الأمر أحيانا إذا شهر أو شهرين فهل يجب دفعها دفعة واحدة بغض النظر على اللي يستحقها ولا يستحقها واضح واضح فيجوز خلال شهر بارك الله فيك الله يرحمه وقالك يا أخي أهلا وسهلا أحمد بن ليبيا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سؤالين عندي وثلاثة نعم أجمت روسيا في الحقب ووصي معه هو ثمان وثمان وثمان وكان صدمتهم فيه ثماني هل هو معنا في رقب من الناس والي يلغر معه وثمان صلاب علم هو نقارم إلى المولاد طيب لحظة لحظة حتى بس لأن الصوت غير واضح تقولين توفي ولدك وتوفي معه شخصان في حادث أيوة أيوة وكان المتسبب في الحادث من هو يعني شخص آخر المتسبب في الحادث شخص آخر طيب فما هو السؤال ما هو السؤال هو ابني كان في رقبة المولادة بهذه الضوء والله يا أختي الصوت ما هو واضح أنا فهمت أن توفي ولدك ومعه اثنان بسبب شخص آخر لكن ما هو السؤال هل هو في رقبة مندي يعني هل هو معناها كان ابن عنده هو ابني هل هو مشهداء آه يعني هل يعتبر له أجر شهيد إذن قتل حوادث السيارات قتل حوادث السيارات هل يعتبرون شهداء تسمعين الجواب إن شاء الله أم إبراهيم السؤال قبل الأخير أو الأخ إبراهيم الأخ إبراهيم السؤال قبل الأخير السلام عليكم وعليكم السلام وطيب بركاته الشيخ عندي سؤالين تفضل السؤال أول العدف سريع بينهار رمضان نعم تفتر العدف سريع بينهار رمضان السؤال الثاني هل هي تفتر ومحكمها السؤال الثاني السؤال الثاني ورد في حديث من صدق في عشر الأواخر في كل ليلة في ريال كأنما خطأ إلى الجنة أربع ثمين سنة هل هذا صحيح؟ كأنما إيش؟ خطأ إلى الجنة أربع ثمين سنة كأنما تصدق إلى المدد أربع ثمين سنة يعني باليوم الواحد طيب تسمع الجواب طبعا هذا ليس بحديث ما في حديث يعني ما في حديث كذا من تصدق في العشر الأواخر كأنما خطأ إلى الجنة أربع ثمين سنة هذا الكلام ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تسأل سنعتبره سؤال هل من تصدق بصدقة في العشر الأواخر كأنما يعني تصدق على مدى أربع وثمين سنة هو يتصدق؟ هل هي كصدقة مستمرة لمدة أربع وثمين سنة؟ هل من تصار السؤال كذا هل من تصدق في العشر الأواخر كأنما تصدق لمدة أربع وثمين سنة كل يوم هو يتصدق في الأربع وثمين هذه؟ هذا هو السؤال تسمع الجواب إن شاء الله أخيرا أبا أسامة فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك إياك الله شرطي أرضي تقريبا ثلاث سنوات وكان في نيتي يعني أنا نيتي ما هي ثابتة عندي شيء هل أنا أبيعها أم أني أعمر الأرض هذه فهل عليك فيها أو كثبت أنا إلى الآن ما ذكيت شيء في الأرض هذه نيتي غير ثابتة هل هي تجارة أو أني أعمر الأرض واضح واضح نيتي غير ثابتة ومبلغ الأرض أخذت بالدين يعني قرب طيب طيب حياك الله يا أهلا وسهلا أيها الأخوة فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية الإسلام سؤال وجواب موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها مع ترجمة لاثنتين عشر لغة عالمية وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب اكسب جهازا من خمسة عشر آيباد ميني وخمسة عشر جلكسي تاب كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة تعلم واربع www.islamqa.info كيف عملهم صلى الله عليه وسلم كيف عامل زوجاته أقاربه حياكم الله أيها الأخوة والأخوات يقول السؤال أن أخته ما صامت ما الحكم؟ الحكم إذا كانت تستطيع أن تصوم مستقبلاً فإنها تقضي وإذا كانت لا تستطيع فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً طيب لو واحد سؤال لو واحد قال له الطبيب أنت ما تستطيع فأطعم وبعدين سبحان الله شفاه الله هل يلزموا القضاء؟ الجواب لا خرص هو اجتهد بذل وسعه وأخرج الفدية بشكل صحيح فبرئت ذمته طبيب توليد نسائية لا يكشف على المرأة إلا إذا عدمت المرأة الكفر يعني إذا في طبيب نسائية ما يكشف في أحد يولد المرأة كافي ما يكشف ما في صارت ضرورة أرض تجارية للعيار زادت قيمتها ما دام هو ما نوى التجارة فليس عليه زكاة عمارة مؤجرة ليس فيها زكاة إلا في الأجرة بعض العلم الجمهور أكثرهم قالوا الأجرة إذا مضى عليها الحول وبعضهم قالوا أول ما يستلم الأجرة ذهب إلى هذا شيخ الإسلام وغيره فهذا أحوط يعني إنك أول ما تستلم تزكي يقول علاج قسوة القلب أذبه بذكر الله تسبيح تحمي تهليل تكبير قراءة القرآن زيارة المقبرة مثلاً الإيجارة المنتهي بالتمليك كان فيه سؤال وارد للبرنامج شوف متى أم كان يجب فصل العقدين عن بعض ما يجوز إيجارة وبيع مع بعض إيجارة طبيعتها غير البيع البيع المشتري تملك الإيجارة المستأجر ما تملك المستأجر الآن أمانة عنده يستعملوا مقابل أجرة نبقى نفس العقدين عن بعض نقول مثلاً إيجارة وهذه أجرة بأجرة المثل مثلاً عند انتهاء عقد الإيجارة عقد التمليك يكون منفصلاً فالوكالة عادة تقول والله أنت يا أيها المستأجر إذا سدت استأجرت المدة الفلانية ودفعت كل الأقصاط يعني كل الأجرة الأجرة الشهرية دفعتها انت ضمت فيها نعيدك نعيدك إنه في النهاية نسلمك سيارة هبة لا مانع خلص هذا بعقد مستقل ما يكون منتهي لا بعقد مستقل طيب الحضانة أيضاً ورد سؤال في الحضانة حفظ الصغير عما يضره أحق الناس بحضانة الطفل أمه لأنه أشفق وأرفق وأصبر وأقدر وإذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى غيرها لأنه خلص انشغلت الآن بالزوج الجديد بعد سقوط حق الحضانة تنتقل إلى الأب وأقارب من النساء الفاسق ما له حضانة لأنه لا يثق فيه وبقاء المحظون عنده ضرر الصبي المميز الذي بلغ سبع سنوات وهو عاقل يخير بين أبي وأمه القاضي يجيب ويقول له ها تختار تجس عند من وإذا اختار أباه صار عنده ليلاً ونهاراً ليحفظه ولكن ما يمنعه من زيارة أمه آخر الأسبوع ما يمنعه من زيارة أمه وإذا لم يختر واحداً منهما استحر ولد قال والله أنا أبغاهم كلهم جيبوهم كلهم وهم الطلاص تطلقوا الفصل يقرع بينهما القاضي يقرع بينهما الأنثى إذا بلغت سبعاً تكون عند أبيها لأنه ستخطب منه لاحقاً ما لم يكن غير مأمون عليها فالقاضي ينظر في مصلحة المحظون إذا كان عاجزاً نحن يفضل بنت سب الشيطان سب الشيطان يعني نحن يشرع لنا نستعيذ بالله من شره لأنه مهما قلت حديث لا تسب الشيطان وتعوذ بالله من شره ورد في بعض الأحاديث صحى الشيخ الألباني رحمه الله وأن الرجل على هدن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس الشيطان قال لا تقول تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي يعني استفزيته ولكن قل باسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب مثل الذباب وأما الحمى ما تسب النبي عليه الصلاة والسلام نهى أم المسيب عن سب الحمى لما قالت الحمى لا برك الله فيها قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد هذا ابتلاء نقبل من الله ونسعى في العلاج وخير لنا إلا أنه فيه كفارة سيئات ورفع درجات طيب قال هي محرمة علي ولم يخطط طلاقا ولا ظهارا إذا صار يمين وعليه كفارة يمين قطرة العين لا تفطر تحية المسجد قبل المغرب لا مانع لأنها من ذوات الأسباب يصلي التراويح في البيت تصلي التراويح في البيت جيد ولها أجر أفضل من صلاتها في المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مقدعها أفضل من صلاتها في بيتها يعني أنت شوفي صلاتك في غرفة النوم الغرفة الداخلية أحسن من الصالة والصالة أحسن من المسجد صلاة المرأة في بيتها خير لها أفضل وأكثر أجر من الصلاة مع الإمام لكن لا تمنع إماء الله مساجد الله بالشروط الشرعية قتل حوادث السيارات ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن قتل حوادث السيارات لهم أجر الشهداء إذا ماتوا مسلمين قياسا على من مات تحت الهدم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والهدم شهيد وهذا رأي شيخنا عبد العيز باز رحمه الله شيخنا بن باز كان يرى أن قتل حوادث السيارات لأنه من قتلات الشنيعة لأنه من الميتات الصعبة أن له مثل أجر شهيد ما هو مثل شهيد المعركة لكن أجر شهادة إن شاء الله فلعل هذا مما يعني يعالج حزنك على ولدك رحمه الله جزء من الصلاة بعد العشاء وجزء قبل الفجر جيد أصابت الثلث الأخير جيد إفشاء الأسرار الزوجية مصيبة إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم حرام إفشاء أسرار الزوجية الاستمتاع ملفراش حرام نأكل إذا انتهى الأذان إذا كان الأذان يا أخي بالدقة يعني المؤذن دقيق على الوقت أول ما يقول الله أكبر امتنع توقف ياسين لما قرئت له حديث لا أصل له بهذا اللفظ ولم يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم طيب السؤال هل مجرد قراءة القرآن يكتب له أجر أم لا بد أن يفهم يكتب له أجر لكن إذا فهم يصير أجر أكبر وإذا تدبر يصير أكبر وإذا صارت مدارسة مع غير يصير أكبر فالقراءة لها أجر والفهم له أجر والتدبر له أجر والمدارسة لها أجر احرصوا رحمكم الله طيب مدافعة الريح في الصلاة مكروهة لو ما خرج شيء ما تبطل الصلاة لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا بمعنى لو صار في عندك احتباس أو ريح في البطن تقطع الصلاة وتروح تتوضى وتصلي يعني تذهب وتخرج الريح وتتوضى وتصلي أفضل لك أنك تكمل وإنت تنازع ما في خشوع أما إذا كانت خفيفة فلا بأس لو أكمل الصلاة أكمل الصلاة لأن المدافعة عليها ستشديدة غير لما تكون شديدة ما تخشع ما تخشع هل سنت الفجر على الأذان ولا قبل الأذان لا بعد الأذان بعد الأذان صلي في واحد من الأخوة قال أنا أفطرت في جدة على أذان مكة إذن تعيد اليوم هذا يا أخي لأنه لابد تتأكد أن اليوم كمل أما مجرد على أي صوت نسمعه من جهاز من كذا يقولوا هذه كمرة واحد ولا تطلع الساحة وقال يأذن الله قام أفطره أهل البيت لا هي مو إحنا يعني الآن جايعين ما يعني لا نصدق وأي يعني بأي طريقة نريد أن نفطر وأي أذى صوت وأي أذان لا لازم تتيقن فمن يعني أفطر كذا معناها فيه نوع تفريط فيعيد هذا اليوم هل من تصدق في العشر والأواخر كأنه ما تصدق 84 سنة لا لأنه التضعيف وارد في ليلة القدر ما هو في أي يوم من أيام العشر وليس كل عمل صالح يعني يعمل في العشر يعمل في العشر أفضل من غير العشر يعني عندك أي أعمال الحج يعني أيضا مثلا ما هي في العشر من رمضان وعشر ذي الحجة فيها فضائل عن عشر رمضان ما لكن إيش طيب المعنى إيش 84 سنة ليلة 83 سنة وشويه هذا إيش معناها ليلة القدر خير من ألف شهر جعل الله فضل قيام هذه الليلة وثواب العمل فيها ثواب الصلاة فيها ثواب قراءة القرآن فيها العمل الصالح فيها خير من ألف شهر لما فيها من الثواب العظيم الجليل والخير والبركات والخير والبركات العظيمة طيب كذلك يندب لنا اجتهاد في الأعمال الصالحة في العشر لنصيب ليلة القدر لأن من أصابها نفحة عظيمة من نفحات الله الزوجة الحامل كما كلنا تفطر زكاة المال ممكن تجزأ إذا كانت كثيرة وصعب أنك تصرفها فورا وصعب تحصل المساكين المستعقين لها كلها ممكن تبحث تبحث لكن تجتهد وما تفرط ما تأخر بدون عذر قاعدة إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم قاعدة صحيحة عند كثير من أهل العلم والمقصود إذا لم يأتي المأموم بمبطل من مبطلات الصلاة بمبطل من مبطلات الصلاة يعني إذا الإمام عنده عذر وصلاته صحيحة في نفسه فاللي وراه صحيحة ولكن ما هو يعني المأموم إذا أحدث صلاة صحيحة وإذا أكله صلاة صحيحة وإذا ضحك لا طبعا ما لم يأتي بناخذ من النواقض تقول الضالين والضالين هذه طبعا تبديل حرف بحرف لكن بعض العلماء عذر فيها للتقارب من بين المخرجين ولأنه يشق على كثير من الناس ذلك كما ذكر من كثير قال الصعيم ذهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما ولعسر ذلك على بعض العامة وإلا فالأصل أنه تبديل حرف بحرف هذا يبطل يعني يبطل ومعفو عنه وهو المذهب مذهب الحنابلة لخفاء الفرق بينهما عنده كثير من العامة يعني هذه الحالة تحديدا فيها استثناء استثناء السؤال عن العادة السرية في نار رمضان طبعا تبطل الصيام ولازم يكمل اليوم ويتوب إلى الله ويقضي يوم بدلا منه شريط أرض بنية غير ثابتة يمكن أبيع يمكن أستثمر يمكن أبني سكن يمكن أخليها لأولادي إذا ترددت النية فلا زكاه إذا ترددت النية فلا زكاه طيب وأخيرا المسحة الجبيرة لأنه هذا من أسئلة البرنامج اللي وردت المسحة الجبيرة للحاجة وتكون الجبيرة على قدر الحاجة لذلك نوصي أطباء التجبيس تبعين الجبس الطباء العظام الفنيين اللي يسووا الجبائر ما يزيد عن الحاجة يعني مثلا لو كان يكفي مثلا فيه شيف الرسغ يكفي إلى نصف اليوم ما رح يكمل الأخير إلا إذا احتاج وكذلك فإن المسح هذا بدلا من غسلها في الوضوء وكذلك في الغسل الغسل إذا كانت ثابتة إنك تمسح عليها إنك تمسح عليها فإذا كانت فإذا كانت هذه ثابتة فأنت تمسح عليها إذا ما يمكن المسح عليها ما هي ثابتة أو في شاش في أشياء ما يمكن تمسح عليها تتيمم عنها أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا في دار كرامته ويعتق رقابنا من النار ويحسن خاتمتنا ويغفر للمؤمنين والمؤمنات ينصر الإسلام والمسلمين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسابقة القرآنية اليومية سؤال الجزء السابع عشر نداء من أعماق البحر في الليل ممن كان النداء وبماذا نادى والإجابة الصحيحة قول الله تعالى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية للسؤال السابع عشر الأخت بنان خليفة الأحمد من السعودية المسابقة القرآنية اليومية سؤال الجزء الثامن عشر آية في القرآن تدل على أن النار ترى ما هي هذه الآية؟ طريقة المشاركة في المسابقة قم بتحميل تطبيق هدى وبينات مجاناً والمتوفر على نظامي أبل وأندرويد وأجب عن سؤال المسابقة يعلن اسم الفائز بالجائزة اليومية بما شئت الله تعالى في حلقة اليوم التالي جائزة المسابقة اليومية الفريال سعودي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تشكرون اشتركوا في القناة